نادي الاهلي ومودرن فيوتشر اتفقوا على كل التفاصيل الخاصة بانتقال عمر كمال عبد الواحد بقرة الكسه دي ومش اقول ان احنا الاوائل وان احنا الصباقين بس وقا في حياة العمر احنا من شهور قلنا ان عمر كمال عبد الواحد في الاهلي الامور بين مودرن فيوتشر خلصانة والاهلي وعمر كمال عبد الواحد التلات اطراف متفقين ثلاث أطراف متفقين كان من المفترض أنه يتم الإعلان عن الصفقة في الساعات دي الساعات اللي فاتت دي بس اللي عطل الصفقة شوية صلاح محسن يعني الصفقة هيبقى فيها صلاح محسن وسنائي من شباب النادي الأهلي هينتقلوا إلى مودرن فيوتشر صلاح محسن عطل الموضوع شوية عشان لسه الصيغة اللي هيروح بها نادي مودرن فيوتشر هو نفسه لسه ما اتفقش عليها عمر كمال عبدالواحد نفسه عشان تعرف بس المعلومة كاملة المعلومة كاملة هقول لك دلوقتي الاتفاق اللي بينه بين النادي الأهلي عدد المواسم والفلوس اللي هيخدها كمان عمر كمال عبدالواحد هيوقع للنادي الأهلي ثلاثة مواسم ونصف هياخد في النص التاني من الموسم يعني اللي هو بداية من يناير خمسة ونص مليون جنيه خمسة ونص مليون جنيه وفي التلات مواسم اللي جاية هياخد في الموسم الأول حداشر مليون جنيه الموسم التاني 12 مليون جنيه الموسم الثالث 13 مليون جنيه زي ما قلتلك عدم الاعلان عن الصفقة حتى الان بسبب عدم اتفاق صلاح محسن مع ادارة مودرن فيوتشر على مستحقاته المالية صلاح عايز ياخد في النص الموسم التالي اللي هو بداية 8 يناير ده النص الاخير يعني من الموسم 3.5 مليون جنيه وده لسه في اتفاق بينه وبين مودرن فيوتشر لكن الاتفاق كامل بين الاهل ومودرن فيوتشر الاتفاق كامل بين الاهل وعمر كمال عبد الواحد والموضوع خلصه شوف انا بكرر تلك الموضوع خلصه طيب